أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب أكد أن مملكة البحرين ترتبط بتاريخ الناصع في رياضة كرة القدم وسجلت محطات رائدة طوال السنوات الماضية وأشر سموه إلى أهمية المسيرة الرياضية والعلمية في المملكة وإثراء المكتبات الوطنية بكتاب مئوية كرة القدم البحرينية جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة صاحب فكرة الكتاب والذي أهدى سموه نسخة من كتاب مئوية كرة القدم البحرينية بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد مروان فؤاد كمال القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهيئة تحرير الكتاب وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن كتاب مئوية كرة القدم البحرينية يسطر تاريخ كرة القدم البحرينية وسيكون إضافة مميزة في مسيرة النماء لهذه الرياضة العريقة التي تسير بخطة ثابتة نحو مواصلة الازدهار والتطور والنمو مشيدا سموه بجهود الشيخ عيج بن سلمان آل خليفة صاحب فكرة الكتاب وجهود أسرة التحرير من جانبه أعرباء الشيخ عيج بن سلمان آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه المتواصل والذي أثمر عن مباركة سموه لإصدار الكتاب الذي يحكي قصة النجاح التي تعيشها مملكة البحرين في رياضة كرة القدم ويتحدث عن تاريخ كرة القدم البحرينية منذ عام 1922 حتى العام 2022 مبينا إلى أن الكتاب سيكون إضافة مميزة في مسيرة تطور رياضة كرة القدم للأجيال الحالية والقادمة خصوصا أنه تم الاعتماد على دق المصادر والمراجع من أجل أن يخرج هذا الإصدار بالمستوى الذي يلامس الحقيقة تحكي قصة ترجمة نانسي قنق معين ترجمة نانسي قنق معين ترجمة نانسي قنق معين